أياديكم ملطقة بدماء الرهائن هذا هو الشعر الذي رفعه المتظاهرون الإسرائيليون سواء هنا في القدس أم في تل أبيب وذلك في أعقاب العثور على جثث ستة من المختطفين في غزة شعر وجه المتظاهرون إلى صناع القرار والذين اجتمعوا في إطار المجلس الوزاري المصغر لبحث مصير صفقة تبادل مئة الآلاف تدفقوا إلى الشوارع أغلقوا بعضها واشتبكوا مع الشرطة مطلبهم صفقة تبادل فورية وإلا استرجاع إسرائيل ابنها أمواتا سيما ونال المختطفين الستة كانوا على قيد الحياة قبل أيام قليلة كما ترجح جهات أمنية إسرائيلية ومنهم من كان مدرجا على قوائم التحرير الأولى في مقترح الصفقة الجاري التفاوض حولها رئيس الوزراء لا يستمع لأحد لا يرى سوى نفسه ولا أحد آخر هو مشغول بنفسه الحل برأيي صفقة بأسرع وقت ثم أن يرحل نتنياهو إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر يحبه ويبقى هناك لا نريده بعد اليوم هو يدمرنا رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو من جهته أكد أن حكومته لا تدخر جهدا منذ شهور لإبرام صفقة لكن حركة حماس هي التي ترفض المقترحات والآخر جهودنا لتحرير الرهاء المستمرة منذ كانون الأول ديسمبر حماس رفضت عقدة مفاوضات جدة في مايو آيار وافقت إسرائيل على صفقة دعمتها الولايات المتحدة وحماس رفضت وفي الأيام الأخيرة أجرت إسرائيل مفاوضات مكثفة مع الوسطاء للتوصل إلى صفقة لكن حماس رفضت وبالتزامن مع ذلك قتلت ست رهائن أما اجتماع المجلس الوزاري المصخر فقد شهد نقاشا صاخبا إذ رفض غالبية الوزراء طلب وزير الدفاع يؤف جالنت بعادة التصويت على الاحتفاظ بمحور في لدلفيا جالنت قال إن النهج المتبع يؤدي إلى فشل تحقيق أهداف الحرب كما أوضحت مصادر مطلعة على سير الاجتماع الحركة الاحتجاجية لم ينتهي فقد انضمت إليه نقابة العمال مؤلنة إضرابا عاما وأشل المرافق الاقتصادية من أجل زيادة الضغط على الحكومة ودفعها لإبرام صفقة بشار صغير نشعر في هذا الصباح بالحزن الشديد على وفاة ستة رهائن كان ينبغي أن يعودوا أحياء وكان ممكن أن يعودوا أحياء نحن بحاجة إلى اتفاق الآن لإعادة من تبقى على قيد الحياة نحن حزينون للغاية وعضبون جدا من حكومتنا لأن كل ما يفعلونه هو الاهتمام بالمناصب في الحكومة إنها لا تهتم بالرهائن إنها لا تفعل أي شيء من أجل يطلق صراحهم كان ينبغي توقيع الصفقة منذ فترة طويلة ومن المؤكد أن هؤلاء الأشخاص مثل العديد من الآخرين كان من الممكن إنقاذهم لقد تحطم قلبي لقد تم القبض على هؤلاء الست أحياء وكان من الممكن إنقاذهم لقد قتلتهم حماس بعد أن تمكنوا من النجاة لأحد عشر شهرا من التعذيب الذي تعرضوا له كراء في غزة لقد تحطمت قلوب جميع العائلة حقا كان من المفترض أن يخرج بعضهم في المرحلة الأولى من الصفقة أنا حفيد عديد ليفشيز وهو الجد الأكبر الوحيد المحتجز كرهينة في العالم الرهينة الإسرائيلية أرب اليهود هي أختي أيضا أدعو العالم كله إلى ممارسة كل الضغوط للتوقيع على صفقة أدعو الرئيس وايدن ورئيس زراء قطر ورئيس المصري وكل ما له صلة بالمفاوضات بما في ذلك الجانب الإسرائيلي إلى التوقيع على صفقة الآن ليس هناك وقت أن الرهائن يموتون في غزة ترجمة نانسي قنقر